اشتركوا في القناة شكرا لك ارسم كان عمري ثلاث سنين ارسم كانو كل اولاد مسلا بالصف يرسمو بيت وشامس وهيك كنت انا ارسم فستان او مرة لابسة فستان او هيك بقى اهلي اكتشفوا هيدا الشي وصارو يشجعوني وينمو للموهبة بانو مسلا كتير كانو حطوني بكرات رسم اشترو لكتب عن تاريخ الموضة والازياء وهيك بقى صرت يعني كل سنة صير اكتر واكتر 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 وحبت ادخل هيدا المجال للأسف يمكننا بلبنان ما عنا جامعات بتدرس بشكل كتير جدي يمكن عنا بعد المعايد في كمان اللي كانو دايما جوفنا كمان حاليا عم يشتغلوا عالموضوع بس بعد ما عنا جامعات متل برة هيدا اللي دفعك انك تضطر تسافر الى فرنسا وتدرس عفوا بالخارج ولكن درست باهم الجامعات خبرنا اكتر عنهم وين رحت وين درست هلأ بلبنان في عنا شي جامعتين بين شايف الحال فيون انما الشي الناقص اللي انا اللي خليني روح لبرة انو برة بعد في جامعات بتعلم تكنيك الوت كوتور على الأصول والوت كوتور تنشرح لكل اللي عم يسمعونا اليوم هو مش انو في استان سهرة هو كل شي بيتخيط على اليد كل شي بيتخيط بالتكنيك القديمة يعني بالإبرة والخيط الفيها في نيسيون مش كله على المكنة بقى هيدا الشي هون ما بعد عنا مدارس او جامعات بيعلموا هيدا الشي مشان هيك انا توجهت للإيكال دولا شامبخ سينديكال دولا كوتور وهي الجامعة التيبعة لنقابة المصممين بباري واللي خرجت اسماء كبيرة متل إيف سان لوران وفالانتينو ويبير دو جيفانشي وهالاسماء كلها هيدا وبالفعل انو كانت كتير حلوة لانو يعني الـ يعني اللي كان عندي إياها انو تعلم هالتكنيكات كلها كانت كلها بالفعل يعني تطبيق مية بالمية ممنوع الواحد يغلط اذا بد يغلط لك تفك كل الشغل يعني حتى معلمين تريكو بقى تخيل لأي درجة وين كانت أصعب المراحل لما دخلت الجامعة ونيك يعني منا هيني أول شي انت بغربة عم تروح على جامعة كتير صعبة حسيت بلحظة انو رح بدي خلاص استسلم او ما بوق بدي هالشغلة او نقيت الطريق الغلط ولا لأ كنت عارف من الاول انو الطريق الى النجاح رح تكون طريق صعبة صراحة كنت عارف انا رح تكون صعبة بس ما كنت متخيل انو هالآت بقى رحت لهونيك وبتذكر كان اول نهار عنا كور خياطة وكان ما حدا دائر بعد ما كان يتخياطة بحياته والمعلمة المانية من الناس الكتير اللي صارمين يعني والبيهمن انو كل شي يكون دقيق وهيك وبوقتها من يومتها عرفت انو رح تكون الشغلة صعبة بس الحمد الله انو مش الحال ونجحت وخلصت رح نرجع نحكي بعد شوي اكيد عن تاريخ الموضة وكل شي ولكن تأخيرين نكفي شوي بموضوع الدراسة انت كمان يعني مش بس تخصصت بالفاشن ديزاين كمان كيف تسمم فساطين وغيره من الامور وطعام الكلكشن بس كمان عمل شي مميز اللي هو فاشن براند مانجمنت ادارة هي نوع من الادارة كمان اضافة للي درست تخبرنا اكتر هذا الشي مش كتير نحنا معاودين عليه مش كتير شايفينه بلبنان ممكن ما في منه حتى بلايين خبرنا اكتر انا حسيت انه كل المصاممين الازياء اللي بيطلعوا على جامعات الموضة حتى الشامب سينديكال دولا كوتور ما عندهم باكراوند بزنس واليوم كل شي ارتيستيك اذا ما كان له كمان جانب يعني ماركتينج وبزنس وادارة مظبوط ما فيه يقلع ما فيه يمشي مظبوط حسيت انه لازم اتخصص انا كمان بمجال يسمح لي انه مش بس انه كون عم صامم ازياء بس كمان اقدر انا امشي يعني بالمجال وكمل بقى مشان هيك التحقت بيجامعة بيطاليا اسمها وعملت ماسترز بالفاشن براند مانجمينت متل ما قلته وهايدا شي بيختص بكل شي اسمه الشق الادارة طبع الفاشن لكجري هاوسز كيف انه المصمم مش بس يكون كرياتيف بس كمان يعرف يدير شغله ابراهيم اديك ان مهم تنقلك بين عدة حضارات يعني من لبنان الى فرنسا الى ايطاليا درست يعني هيك بين اوروبا والشرق ادي في لك هذا الموضوع على تقدر تلاقي هويتك المظبوطة كفاشن ديزاينر مظبوط بتعرف ان احنا ديزا بالبنان عنا باكراوند كولتورال واستوريك كتير مهم يعني بيكون الواحد ديزا عنده باجاج قوي بترجع بتروحي عا باري بتحس في هالكوتيل مدينة يعني بديك تضلك عم تركدي من مترو لامترو بديك انت تلحق كل اشغالك وهي باري مدينة الازياء يعني بقى بتحس انه بتتنفس الموضة بكل زاوية بتمشي فيها هلا ايطاليا انا لانو رحت الجامعة بفلورنس بقى فلورنس بتحسيها متل يعني كيف بده قول سليبنج بيوتي يعني نسي التوعب السازيامسياك عرفت كيف لانو كتير هيك بعدهم كتير محافظين على الارشيتكتور القديمة وطريقة العيش يعني الناس بتمشي بنص الطرقات تعرفت كتير كتير عندهم بعد هالكوتيل القديم المحافظين عليه ولبزيت الوقت عندك شباب كتير هني عاملينها الحيوية بالمدينة ليش نخلينا تكون انه سليبنج بيوتي بس في حيوية وشباب ايه طبعا اذا بنا نرجع شوي لتاريخ الموضة اه بدك نعيم نوقف بريك تكرم عيونك مالك نعيم ما فينا نقول له لا على الشي ابدا اكيد ابراهيم رح ناخد بريك اصيله ونرجع بس ادمكنت من دمجة بحديثه الحلو نسيت اتطلع عليك نعيم فرح ناخد بريك ونرجع تابعين مع كنا مسامعين ومع ضيفنا مصمم الازياء ابراهيم مهنة ابراهيم كنا بدنا نحكي قبل ما ندخل على البريك عن موضوع التطور طبع الموضة كيف اتطورت عبر التاريخ كيف بلشت الموضة وكيف صارت اليوم ادي اتطورنا وقدي بعدنا مناخد شوي من الامور القديمة بتعرفة الموضة خلال العصور كلها يعني كتير كان في مراحل طويلة مش حنقدر نعدة اليوم كلها انما الستارتينج بوينت الكتير مهم اذا بدك عمل ارغانيزازيون للموضة متل ما نحنا بنعرفها اليوم كانت باخر ال 19 يام سيكل يعني القرن التاسع عشر وكان بوقتها في مصمم ازياء ببري اسمه ويرث عيلة ويرث عمل لميزون ويرث وهو نظم الموضة متل ما بنعرفها اليوم يعني صار مثلا بدل ما تجي لزبونة ويخيطول عشرين مرة تترجع هاي انه يعجبها الفستان جيب بنات يلبسهم لفسطين ويعزهم النسوين طبع المجتمع يتفرجوا بقى هيك بلش اذا بدك كونسبت الفاشن شو ومن هون انطلقت وصاروا الاسيمة يتكاتروا وانه مع الوقت يعني كتير صار في تطور الى ان وصلنا علي وصلنا اليوم بنشوف بالرغم من هيدا الشي بنشوف كتير اشي كانوا يلبسوها قبل بترجع بتدرج مع الوقت مسلا نحنا نحنا يعني كالجيل بنطلع وقت على صور اهلنا بنقول ماما ما قولك انت لابسها هيك شي بترجع بتطلع اليوم انه لقى رجعت تدرج اشياء كانوا يلبسوهم من زمن فقدي هيدا الشي مسموح بالموضة وقدي مسموح مع تطور العصر هل لازم نستحدث الامور نرجع نطورها نستعمل قصص قديمة بس نعدل فيها بتعرفي دايما التاريخ طبعا شو ما كان يعني التاريخ حيالة سكتر او حيالة بلد هو من هيدا الشي منقدر نحنا نبني مستقبل بقى دايما وقتا نرجع لورا ان كان بالازياء مناخد اشياء سبقت ومرقيت بس منرجع منخدها اليوم ومنطبقها بطابع عصري يعني مسلا هلأ مؤخرا بتشوفه كتير راجع السابنتيز والبوهيميان لوك وهالاشي كل البانطلونات الواسعة مفتوحة ولكشاكش والورود ومعالشو بس كله معمول بطابع عصري يعني انه مستوحة من هيدا الفترة بس كمان كتير معمله مودرنزازيون اذا بيرجع لك الموضوع لقلك وبترجع بتطلع بالعصور اللي قطعت وبتطلع عالمودة ايا هيك عصر اكتر شي بيوحيلك ايا اكتر شي بتحبه وشو كان انا فيه صراحة تو بيريودز بحبه اكتر شي فيه من سنة الخمسة وتمينين للواحدة وتسعين انا هيدا من اكتر البريوديت الموضع اللي بحبه لانه كانت اناقة مفرطة وكل ما بدي تظهر لوحدة من البيت لازم تحط اياه كبري ايه ايه اكزاكت عرفته وكان كل شي هيكي انيق ومرتب وبحبه كتير الستينات كمان لانه بحس انه ما بعرفك فيه نانشالانس بطريقة اللبس بس انيقه يعني كانوا يلبسوا اش يعني بتشوفيها هلأ بتحسيها انه بعدها بتنلبس كتير بحبهول الفترتين اذا ما نرجع اذا ما نحكي عن لبنان بالتحديد لبنان كمان يعني عاصمة بتعشق الموضع كل النساء اللبنانيين معروفين باناقتهم بيتمثلوا فيهم مصمميننا كمان عالميين صاروا اسماءهم وصاروا هن اوقات كمان بيفرضوا بعض الامور على الموضع اذا بنا نرجع بالتاريخ لبنان كمان كيف تطور مع الموضع مين كانوا ابرز النجوم اللي كان يقتضى فيهم بعالم الموضع لبنان يعني قصة طويلة مع الموضع قصة تعشق مثل ما عم بتقولي طويلة ما بتخلص هلأ فينا نتذكر كم اسم مثلا بالاربعينات وبالخمسينات كان فيه كتير مصممين للأسف ما منتذكرون اليوم يعني بس انهن كتير اخدوا ضجة وكان فيه عنا ايقونات مثل الستماء عريضة اللي هي مؤسسة مهرجانات بعالبك من المؤسسات وكانت كمان الشامبيون ديو سكينوتيك طبع لبنان والستماء عريضة كانت ايقونة وبعدها لها يعني من ايقونات الموضع اللبنانية وحتى لدرجة انه باول ديفيلة كريستيان ديور ديفيلة نيولوك العام الخضة كانت هي من بين الموجودين فيه وبوقتها لبسته اللي تياب على نيويورك ووقتها وصلت على المطار الفتكروها المصورين انها نجمة وركضوا يصوروها وكانت هي من اكبر دعايات لديور بوقتها بيرجع عنديك مصمم مثلا ما منذكره هلا مع كان اسمه شفيق خوري وشفيق خوري كان من اول مصممين بالخمسينات اللي بيستعمل اماشية الجرسي والبيستعملها بفسطين عقد الجسم يعني ازدين الياه بباري هيدا عملها بالثمانينات نحنا هو عملها مع المغنية جاكلين جاكلين اللبنانية كان هو اول واحد بيعمل هيدا الاستيل وما فينا الا ما نذكر بعدين بالسبعينات ويليام خوري والسيد صباح الله يرحمها اللي هي كانت ايقونة من الازياء والمودة كانت كل الناس انطرة ليشوفوا شو لابسة سبوحة ويعملوا مثلها وحافظت عكل حالة على لفصتينا لازم ينحطوا بمعرض لانه فعلا كتير كتير حلوين ومثل ما قلت هي ايقونة بعالم المودة حابب تضيف اي شي على هالموضوع اي في بس شغلة كمان هيدا الشغلة مننساها انه كان عنا عرضات ازياء كتير على مستوى وكانوا يطلبون حتى على العواصم العالمية برا مثلا مونا روس اللي للأسف ما حدا بيذكرها بالاعلام اليوم كانت من اكبر عرضات الازياء وكانت مطلوبة وينما كان وكانت جمال طبيعي خارق شمرا فكرت ابراهيم انك تشارك ببرامج اليوم عم شوف صار فيه برامج كيف للفن كمان للموضة اللي صعب كمان عنده برنامج شفكرت شمرا انك تقدمه تشارك بيعتيك بوش برأيك بيعتي الشخص بوش بحاجة لانه اوقات يندعم اعلميا بتعرفي ما في شك انه الواحد كتير بيفرح وقت يشوف هيك برامج لانه متل ما التصار معقول للمواهب العالم الازياء انه تظهر بسهولة وهيدا اكيد شي بيعطي بوش وكتير بيخليك انك تظهر للعالم بصورة قريبة وسهلة بزيت الوقت لانه بيكون في كتير اوديانس كبيرة انما انا فضلت انه دغري انطلق يعني بالفاشن هاوس تبعي لانه حابب انه يمشي بإدانتيتي معينة وبحب انه دغري يمشي فيها وهيدا اللي عم تعمره حاليا انت خلصت الكوليكشن الجديدة تبعاك مازبوط خبرنا اكتر عن هالكوليكشن شرح يكونوا قلوينها من وين استوحيتها امت رح نشوف الصور رح تعامل دفيلة هيدا الكوليكشن استوحيتها من مدينة فلورنس او لانه كتير متل ما قلتلك هيدا المدينة اثرت فيه وحبيتها يعني هيدا الكوليكشن الوينة اللي حتكون مستوحات من الوين المدينة مثلا عنديك الفير امراض عنديك الاسود الابياد الدهبي وحتى حبيت دخل لتل تاتش اوف بينك زهر تكون اوماج لحتى الايس كريم الكننا ناكله هونيك هنزد يعني حلوي اوقات دايما بيقول المصمم انه بيستوحى من شيء ودايما لما نروح نحضر اي عرض ازياء بيكون فيه تام او مستوحى من شيء فقدي بتساعدكم الطبيعة انت عادة شو بيساعدك الكتب المدن الطبيعة الناس الموسيقى يعني شو اللي بيساعدك كرميلة استوحى كوليكشنز انا كتير بحب الموسيقى بس الشي اللي بحبه اكتر يعني كتير مصممين بيقولوا مسلا بيستوحى من الطبيعة ما قلت انا لأ بحب استوحى من اليدانتية او من شخصية المرة اللي بتلهمنا انا كتير بحب الست تكون هيك باورفول وقوية وقديرة يعني وينما تفوت تكون نساتها بنفسها كتير عالية وكتير وكتير كتير زاهرة عرفت كيف وهيدا الشي كتير مزبوط بارزة هيدا الشي كتير يعني تنسبايرز مي ابراهيم اليوم بما انك انت درست فاشن براند منجمين كيف رح تستعمل هيدا الموضوع اللي هو بلس عندك كرميل تنتشر عالميا وتسبت حالك اكتر وتدير هويتك وتدير موهبتك بشكل صحيح وحبين وانا اكيدة ان اسمك رح يصير كمان من الاسماء الكبيرة فكيف رح تشئ طريقك نحو هيدا الاتجاه بتعرفي هلا اول ستاب عندي بهمني انه سبت الخطة بالعالم العربي وهيدا الشي اكيد بده يعني اليوم لازم نستعمل البزنس تولز اللي عنا اياهون الادما بس كمان لازم نمشي مع العصر ومع السوشال ميديا ومع هيدا الاشياء كلها وبالمستقبل ان شاء الله بهمني انه انه اطلع العالمية بس بالاول بهمني ابني اسم انه يكون محترم ولائق بمنطقتنا هون بالدول العربية بداية يعني بالبنان والبلدان المجاورة صحيح كما بيقولوا ستاب كل واحد لما نطلع عالدرجة درجة درجة من اذا كانوا خطوات سابتة منوصل للقمة بنجاح 100 بالمئة ابراهيم كمان اليوم لما نقول موضة وازياء الاكسسوار اللي بيرفقهم كمان بكون اساسي تشتغل على كمان انك تعمل سكربينات جزدين اكسسوار في هيك بالكولكشن الجديدة مضبوط هلا الاكسسوار لان احنا عم نشتغل كوتور كله بيكون معمول عالطلب وكله بيكون معمول يعني خصوصي تيريفق هول الفساطين والتياب المقدمين بهيد الكولكشن دونك ما في شك انو بيلعب دور كتير وقعد بتشوف شخصين لابسين زيت القطعة وبتقولي انو الاكسسوار هو المغير كل هيئة القطعة والمرأة اللي لابسته لذلك اعتقد انو بيشتغلو حاليا كلو عالطلب مع الفساطين عكل حال نحنا رح يكون ناطرين الكولكشن الجديدة طبعة كيف يوني تابعوك عبر السوشال ميديا كمان اللي يشوفو كل شي جديد عم بتنزلو عالسوشال ميديا فيوني يتابعوني عالانستغرام ابراهيم دوت موهنة ام او يو ايتش اي دابل ان اي دوت كوتير وعال ويبسايت ابراهيم داش موهنة دوت كوم لكن انا بدي لك اول شي بدي اقول للناس اللي عم يسمعونا انو يمكن بعض الحديث اللي حكيتوا يفكروا انك انت كبير يعني بس اسم الله عليك 23 سنة وعم تحكي بسقى وعم تحكي لانك انت عشقين اللي بتحبه هيدا الاساس عادة عن انك شخص مثقف الموهبة لحالة اوقات ما بتكفي فانا ان شاء الله بتقع لك كمستقبل باهر واسمك ان شاء الله بيرفع لبنان معه الى الخارج متل ما اسماء اخرى كمان رفعت لبنان بعالم الموضة شكرا لك ابراهيم موهنة بدقلك هابي ايستر كمان شكرا لك اولا لك اللي عم يسمعونا ومرسي كتير على الاستضافة الحلوة شكرا بدرجة تحية لولدتك الاعليمية ريتا اللي موجودة معنا كمان تانكيو ريتا كمان وبعرف قديش انت عم تدعمي لابراهيم وطالما انت موجودة حده كمان اعليميا انا اكيد انه بعض بيوصل اكتر شكرا لقلكون شكرا لقلكون كمان مستمعين انا عيم تانكيو هابي ايستر لقلك كمان ولكل المستمعين ونلتقى السبت الجي كانت معكم رانا خواند الى اللقاء